السلام عليكم قلابية الأعزاء الله يعطيكم العافية رح بقدم لكم بهذا الحصة حل مسائل متنوعة هامة على درس القوة المغناطيسية وبالأخص القوة المتبادلة بين سلكين والقوة المغناطيسية على شحنة متحركة في مجال مغناطيسي السؤال الأول سلكين طويلين لا نهائية متوازيين عندي سلكين بهذا الشكل زي ما أنا راسم الأول يحمل تيار شدة 200 أمبير نحو السينات الموجب والثاني يقع أسفل منه بمسافة ثلاثة سانطمتر وضع سلك ثالث بينهما وضعنا سلك ثالث أسفل السلك الأول بمسافة واحد سانطة طوله مع طينية خمسين سانطمتر لهذا السلك الثالث وكتلته أيضا معلومة خمسة جرام والتيار الموجود في ستين أمبير باتجاه إكس موجب وبكل فإذا اتزن السلك الثالث احسب مقدار واتجاه تيار السلك الثاني المطلوب حساب تيار السلك الثاني مقدارا واتجاها وبكل إنه السلك الثالث اتزن وإحنا بنعرف إيش يعني اتزن اتزان السلك الثالث تعني أن محصلة القوى على هذا السلك الثالث تساوي صفر إذن من هنا نبدأ إذن sigma f على السلك الثالث أو fnet من كتبها على السلك الثالث تساوي صفر صح ولا لا محصلة القوى على السلك الثالث تساوي صفر كون هذا السلك التزن ما هي القوى التي تؤثر على السلك الثالث أول شغلة أول قوة بنعرفها بتأثر على السلك الثالث وزنه للأسفل الوزن صح ولا لا FG إحنا بنور مزلها دعنا نكتب القوة اللي بتأثر على هذا السلك في عنا أول إشي القوة المتبادلة بين السلك واحد وثلاث مش في قوة متبادلة بين F واحد القوة المتبادلة F1 على ثلاث القوة المتبادلة بين السلك واحد وثلاث هاي اول قوة بتأثر عليه وبما انهم بنفس الاتجاه بما انهم بنفس الاتجاه رح تكون قوة تجاذب رح تكون قوة تجاذب للأعلى صح ولا لا مش كان اذا كان اتجاه التيارين بنفس الاتجاه بيكون قوة تجاذب فبالتالي قوة تجاذب هذي رح تكون للأعلى تمام هذي F1 ثلاث تمام ايضا بعرف يا استاذي انه في قوة من السلك الثاني من السلك الثاني تؤثر على هذا على السلك الثالث هذا ده اسميها انا F2 ثلاث لكن مش معلومة اتجاهها احتمال يكون التيار بهذا الشكل بالتالي تكون تجاذب احتمال يكون بهذا الشكل وتكون تنافر هسا بدنا نعرف زائد هذا جمع متجاهد طبعا زائد الوزن الوزن لهذا السلك الوتيه سلك ثلاثة يساوي سفر هذول القوى اللي باعترن على السلك ثلاثة اذا ولا اشيء انا الشيء اللي عملته وضحت القوة التي تؤثر على السلك الثالث وجدت الوزن القوة المتبادلة من السلك الاول مع السلك الثالث والقوة المتبادلة بين السلك الثاني والثالث وضعتم بهذا الشكل هذا جمع متجهات تمام؟ هسأ بقدر أسأل حالي سؤال بقدر أعرف F1 ثلاث لأنه I1 و I3 عندي والمسافة بيناتهم عندي فأنا بقدر أعرفها بقول F1 ثلاث القوة المتبادلة أو القول مثل من السلك 1 على 3 إيش بدها تساوي؟ بدها تساوي ميو نوت I1 I2 حسب القانون اللي أخذنا أو I3 كوني بوجد 1 مع 3 على المسافة بيناتهم على 2 باي في المسافة R أي مسافة بين السلك الأول والثالث لو جيت حلاذة بتطلع عندي ميو نوت 4 باي بعشرة قوة ناقص 7 I1 قيمتها 200 I3 قيمتها 60 طول السلك الثالث من السؤال عندي 50 سنتمتر بحولها للمتر بقسم على 100 بتطلع نص على تمام؟ على 2 باي المسافة من السلك الثالث للأول المسافة بينهم 1 سنتمتر بعشرة قوة ناقص 2 بحولها للمتر فهيك أنا بكون أوجدت القوة على السلك الثالث من السلك الأول تمام ببساطة إذن بما إنه أنا بوجد القوة على السلك الثالث تمام؟ هذه اللي بدها تكون للسلك الثالث أنا بوجد القوة على مين؟ القوة المؤثرة على السلك الثالث فإلا هنعوضتها للسلك الثالث ومعلومة عندي بالسؤال اللي هي تي 50 سنتمتر هذي لو اجيت انت اشتغلت عليها F على السلك الثالث من السلك الاول لو حسبت بتطلع معاك 12 بعشرة قوة ناقص 2 نيوتون هذا مقدارا اتجاها بما انه بنفس الاتجاه بناتكون قوة تجاذب اذا القوة على هذا السلك الاعلى بناتين جاذب للسلك الاول شرحنا على الموجب تمام هذي اول شغلة انا قدرت اوجدها الشغلة الثانية اللي بقدر اوجدها ليت الوزن FG ايش قانون الوزن FG يساوي الكتلة في تسارع الجاذبية الكتلة معطيني اياها 5 جرام بحولها للكيلو جرام بقسم على 1000 صح وجي اللي هي 10 فبالتالي لو هذا اجيت انا حسبت بتطلع معاي 5 بعشرة قوة ناقص 2 نيوتون والوزن لوين اتجاهه للناقص ي اذا صرت انا بعرف قوتين مقدارا واتجاها بظل قوة ثالثة اللي بظل قوة ثالثة مجهولة مقدارا واتجاها صح ولا لا اللي بدها تعمل الاتزان لكن انا عندي شرط الاتزان انو المحصلة لكل القوة اللي بتأثر على السلك تساوي سفر فبالتالي انا باجي بحوض F1 ثلاثة اوجدتها اللي يتي عبارة عن 12 بعشرة قوة ناقص 2 اللي تتجاهها بالموجب Y تمام F2 ثلاثة مجهولة F2 ثلاثة مجهولة زايد الوزن معلوم عندي مقدارا واتجاين خمسة بعشرة قوة ناقص 2 بنناقص Y هذه تساوي سفر تمام هلا هذول بما انهن عكس بعض بقدر انا انقصهم 12 ناقص خمسة بظل فيها سبعة اذا سبعة بعشرة قوة ناقص 2 صح طرحتهم من بعض والاتجاه باتجاه الاكبر زي ما بنعرف من قوانين المحصلة باتجاه الموجب Y زايد F2 ثلاث ايش بدي يساوي بدي يساوي سفر بستنتج يا استاذي تمام بستنتج يا استاذي حتى تكون الإجابة أو المحصلة سفر لازم تبكى F2 ثلاث تساوي سبعة بعشرة قوة ناقص 2 واتجاهها بنناقص Y اذا بستنتج F2 ثلاث لازم تساوي نفس هذا الرقم ليتي سبعة بعشرة قوة ناقص 2 وبأي اتجاه بنناقص Y لو عوضت هان لو عوضت هان تهان طلع نفس المقدار وعكس الاتجاه ايش المحصلة طرح فبالتالي بتساوي سفر اذا تحقق شرط اذا صرت انا اعرف F2 ثلاث اذا F2 ثلاث بنناقص Y F2 ثلاث بنناقص Y خلينا نيجي نرسمها اذا القوة المؤثرة من السلك الثاني على الثالث بنناقص Y هي F2 ثلاث اذا هاذ القوة شنو حتجاذب ولا تنافر اذا هاذ قوة تجاذب اذا نستنتج ان التيار في السلك الثالث باتجاه X موجب كون القوة في السلك الثاني كون القوة في السلك الثالث والسلك الثاني كانت قوة تجاذب اذا بنناقص Y اذا نستنتج نستنتج ان القوة تجاذب القوة تجاذب ويكون اتجاه التيار في السلك اي سلك اللي هوت في السلك الثاني باتجاه اكس موجب اذا ننعرف اتجاه التيار في السلك الثاني باتجاه اكس موجب صح ولا لا هذا اي تمام بعد ما عرفت انا اتجاه التيار بقدر اوجد مقداره كونه F2 ثلاث عندي بجيب اقول القوة F2 ثلاثة ايش قانونها ميو نوت I2 I3 تقسيم 2 باي في R حيثه R المسافة بين السلك الثاني والثالث ميو نوت عندي معلومة خليش اشتغلها تحيط F2 ثلاث عندي معلومة اوجدتها انا سبعة بعشرة قوة ناقص اثنين ميو نوت اربعة باي بعشرة قوة ناقص سبعة تمام I2 عندي مجهولة او اللي هو تتيار السلك الثاني صحيح مجهول I3 عندي معلومة من السؤال ستين امبير طبعا فيه L بالقانون و L اللي تطول السلك الثالث كوني انا بوجد القوة على السلك الثالث فبالتالي L للسلك الثالث عندي معلومة خمسين بعشرة قوة ناقص اثنين او عالمية حولها للمتر على اثنين باي المسافة ما بين السلك الثاني والثالث اللي تثنين سانطي اثنين بعشرة قوة ناقص اثنين اذا معادلة ايش المجهول فيها فقط I2 اذا بتيجي انت بتعمل هذا على واحد وبتضرب ضر التبادلة بتختصر ما شاء الله عليكم خبيرين بتطلع عندي I2 لو اشتغلت عليها 700 700 تقسيم ثلاثة امبير انك انت لو اجيت تختصر في عنا اثنين ضرب اثنين اربعة بتختصر مع الاربعة باي بتختصر مع البي تمام العشرة قوة ناقص اثنين تقدر تختصر مع العشرة قوة ناقص اثنين فبيضل عندي هانا سبعة تمام وهانا 60 بخمسين فيها 300 300 عبارة عن ثلاثة بعشرة قوة 60 بخمسين فيها ثلاثة تلاثة اللي تثلاثة بعشرة قوة ثلاثة صح ولا لا فبتعلي لو جيت انت تحسب I2 بتضرب التبادة بتطلع عندك سبعة بعشرة قوة ناقص اثنين حتى اتخلص من هذه لازم اقسم الطرفين على 60 بخمسين اتفقنا فيها 3000 اللي تثلاثة بعشرة قوة ثلاثة بعشرة قوة ثلاثة ناقص سبعة فيها ناقص آه ثلاثة ناقص سبعة فيها ناقص أربعة فبالتالي انا بدو يظل عندي سبعة على ثلاث بعشرة قوة هذا بس تطلع لفوق بتصير موجة باثنين ناقص أربعة زائد أربعة ناقص اثنين اللي تي موجة باثنين اللي تي سبعمية على ثلاثة أمبير قيمة آيتو اذا نقدرنا احنا نحسب آيتو مقدارا واتجاها في السلك في السلك الثاني الفكرة انه هذا كان عندي متزن طبقنا قانون الاتزان بعد ذلك انا قدرت احسب F2 ثلاثة حتى توفر لشرط الاتزان يكون عندي يساوي سفر وقدرت اعرف اتجاهها فبالتالي اعرفت انه قوة تجاذب وقدرت اعرف اتجاه التيار الثاني ومن ثم حسبت مقدار مقدار اتجاه التيار من خلال قانون القوة المتبادلة ننتقل الى سؤال اخر معطيني سلكين طويلين لا نهائيان المسافة بينهما ثلاثة سانطمتر الاول يحمل تيار شدته أربعين أمبير هاي المسافة بينهما هاي السلكين هاي سلكين المسافة بينهم ثلاثة سانطمتر الاول يحمل تيار أربعين أمبير نحو واي موجة والثاني يقع على يمين الاول انطلقت من النقطة التي تبعد واحد سانطة خلينا افترض هاي النقطة تبعد مسافة واحد سانطة عن السلك الاول شحنة مقدارها معطيني مقدارها كيو انطلقت للواي موجة في عندي شحنة كيو انطلقت باتجاه الواي موجة فكانت القوة المغناطيسية المؤثرة على هذه الشحنة معلومة تسعة فاصل ستة بعشرة قوة ناقص ثلاثة نيوتون باتجاه اكس سالب طالب مني اوجد مقدارها تجاه القوة المغناطيسية المتبادلة بين السلكين ثم احسب اين تقع نقطة التعادل تمام خلينا نبدأ احنا نسجل المعطيات معطيني FB FB على شحنة معلومة تساوي كم تسعة فاصل ستة بعشرة قوة ناقص ثلاثة نيوتون وبنناقص اكس طيب القوة المغناطيسية على سلك FB على شحنة اعتذر ايش قانونة في في بي نت صح ولا لا في ساين ثيتا في ساين ثيتا لكن اه لكن بي نت عندي جاي من مين جاي من سلك اول اللي بمر في تيار شدته اربعين امبير ومن سلك اخر من سلك اخر تياره مجهول تمام فبالتالي FB عندي معلومة تسعة فاصل ستة بعشرة قوة ناقص ثلاث بنناقص اكس اكس اكيو الشحنة مقدارها خمسة بعشرة قوة ناقص ستة السرعة اللي بتتحرك فيها اثنين بعشرة قوة ستة بينت عندي مجهولة بقدر احسبها انا من هذا القانون صاين ثيتا الزاوية ما بين السرعة والمجال وفي هذا الحال السرعة بالموجب Y والمجال سواء لهذا السلك او لهذا السلك هذا السلك على الواي والنقطة على الـ X بالنسبة له هذا على الواي والنقطة له بالنسبة على الـ X فبالتالي المجال اللي اللي نعزد يا موجب يا سالب فبالتالي الزاوية ثيتا تسعين ما بين السرعة والمجال كون السرعة الواي والزد الواي والزد عمونيات على بعض في ساينة تسعين فبقدر انا احسب من هذا بينت لو اشتغلت عليها تقسم الطرفين على اثنين بخمسة عشرة هاي بتروح مع هذه لو حسبتها بتطلع ستة وتسعين بعشرة قوة ناقص خمسة تسلا كمان مرة اثنين بخمسة هاي ما حاي بتروح اثنين بخمسة عشرة فتطلع عندي انا بينت تساوي ستة وتسعين بعشرة قوة ناقص خمسة تسلا هذا مقدارا طيب بقدر اجيب اتجاه بقدر ليش لا اف بي وينها اف بي بنناقص اكس هاي اف بي هاي اف بي صح ولا لا اف بي بنناقص اكس وفي هيها بظل عندي بي بي يابدها تبكى مش عموديات عبعض كلهم بي واف بي وبي عموديات عبعض راح ال اكس والواي بظل هذا عزد يازد موجب يازد سالب اذا هذا عزد يازد موجب يازد سالب لو فرضتها انا على سبيل المثال عزد السالب اعمل قوس صغير من فيلا بي بتلاحظ انك بتدور معها قارب الساعة بتطلع اف بي على محور اكس سالب اذا مظبوط لو فرضت على على زد الموجب لو اعملت قوس صغير بتلاحظ انك بدور عكس عقارب الساعة بتكون اف بي على اكس موجب وهذا غلط فبالتالي لازم ان تكون على زد سالب هيك بكون عند النقطة اي جاي من ايش فاذا انطلقت من النقطة اي مظبوط سميناها اه بينت عند النقطة اي جاي بينت عند النقطة اي جاي من بي عند النقطة اي من السلك الاول زائد بي عند النقطة اي اللي هي تجاي من السلك الثاني وهذا جمع متجاد تمام بينت معلومة مقدارا واتجاها 96 بعشرة قوة ناقص خمسة بنناقص زد صح ولا لا وبي من السلك الاول بقدر اجيبها كون التيار عندي معلوم ميو نوت في اي ون على اثنين باي ار صح ولا لا وبقوص صغير من التيار الى النقطة بلاحظ اني بدور مع قارب الساعة فبتطلع بالزد سالب كون هذا على الواي وهذا على الاكس بالنسبة له بتطلع بالزد سالب هذا تعلمنا جميع زائد بي اي من السلك الثاني صح ولا لا تمام بزيادة خطوة 96 بعشرة قوة ناقص خمسة بنناقص زد يساوي اربع باي بعشرة قوة ناقص سبعة اي ون عندي اربعين في اربعين على اثنين باي المسافة ما بين السلك الاول والنقطة واحد بعشرة قوة ناقص اثنين تمام هاي بنناقص زد زائد بي عند النقطة اي من السلك الثاني تمام بطلع عندي 96 بعشرة قوة ناقص خمسة بنناقص زد هاي لو اختصرنا الباي مع الباي اثنين مع اربعة فيها اثنين اثنين فاربعين ثمانين بظال ثمانين بعشرة قوة ناقص تطلع فوق موجة بثنين ناقص خمسة بنناقص زد زائد بي اثنين تمام هلا عشان تكون النتيجة 96 بعشرة قوة ناقص خمسة بنناقص زد هاي عندي ثمانين بنناقص زد تمام لسه مش موصل لستة وتسعين عشان تكون ستة وتسعين لازم تكون هاي بنفس الاتجاه صح ولا لازم تكون 16 وايضا بنناقص زد مشان اجمح هنجمح وتكون محصل تسعين فبالتالي بستنتج انه بيتو اي تمام شدة المجال المغناطيسي عند النقطة من السلك الثاني تساوي 16 بعشرة قوة ناقص خمسة بنناقص زد بنفس الاتجاه 16 مع ثمانين اجمح هنجمح عادي كونه بنفس الاتجاه بتطلح 96 تسعين اذا شغلنا مظبوط اذا نوجدت شدة المجال المغناطيسي عند النقطة من السلك الثاني بقدر احسب انا في هذه اللحظة تيار السلك الثاني بقول بي عندي النقطة من السلك الثاني قانون ميو نوت اي اثنين على اثنين باي ار كديش بي 16 بعشرة قوة ناقص خمسة ميو قوة ناقص اثنين صح ولا لا تمام بقدر ايضا اختصر اثنين الباي مع الباي اثنين بثنين اربعة مع الاربعة بتروح عشرة قوة ناقص اثنين بس تطلع افوك بتصير موجة بثنين مع الناقص سبعة ناقص خمسة الناقص خمسة بتروح مع الناقص خمسة بطلع عندي اي اثنين اذا اقدرت اعرف 16 امبير وعلشان تكون بي بالناقص زد بي بالناقص زد لازم ادور مع عقارب الساعة فبالتالي هذا لازم يكون بالناقص واي اعمل قوس صغير هاي عن ناقص واي هاي النقطة عن ناقص قوس صغير من التيار لسك بلاحظ ما دور مع عقارب الساعة بطلع على محور سالب اذا لازم يكون بالناقص واي بعد ما جبت انا التيار بقدر اوجد القوة المغناطيسية المتبادلة بين سلكين كانوا عندي i1 و i2 وتطبيق مباشر لحساب القوة المتبادلة بين سلكين ان مر ببساطة فكرة السؤال انه انا بدي اوجد تيار السلك الثاني جيت قلت القوة المغناطيسية معلومة على شحنة طب اذا القوة المغناطيسية معلومة على شحنة والسرعة معلومة بقدر اجيب بينت واذا انا جبت بينت بينت مهتجاي من بيلة السلك الاول وبيلة السلك الثاني بيلة السلك الاول معلومة وبينت معلومة بظل بيلة السلك الثاني بجيبها واذا جبت انا بيلة السلك الثاني بقدر اجيب تيار السلك الثاني مقدارا والتجاه هلا بقدر اوجد القوة المغناطيسية المتبادلة بين السلكين باجي بقول F المتبادلة بين السلك الأول والثاني ايش قانونة Mew node I1 I2 في L لكن مش معطيني لا طول السلك الأول ولا الثاني معطينيهم لا نهائية طول فأنا بقدر اوجد القوة لكل وحد الطول تمام على 2 باي والمسافة بين السلكين بتطبيق مباشر 4 باي بعشرة قوة ناقص 7 تيار السلك الأول 40 تيار السلك الثاني هس حسبناه 16 تقسيم 2 باي المسافة بين السلكين 3 ب 10 قوة ناقص 2 هذا بدك تحسبها وتطلع معاك الوحدة N لكل متر F1 2 اذا لازم انا اجيب على المطلوب الأول اوجد مقداره تجاه القوة المغناطيسية المتبادلة بين السلكين لكل وحدة طول تمام اه فبظل علي اني انا اجي احسب هاي النتيجة باختصر باي مع الباي 2 مع الاربعة فيها 2 تمام مية وستة وعشرين فاصل ستة ستة دوري تمام اه اذا كمان مرة اختصرنا اثنين مع الاربعة ظل اثنين ثمانين بستاش عثلات مزبوطوا باي مع باي بظل عشرة قوة ناقص 5 بي عشرة قوة ناقص 5 نيوتون لكل متر هلا المطلوب الثاني طالب مني اين تقع نقطة التعادل اين تقع نقطة التعادل هلا استنتجنا يا استاذي هاي طبعا القوة ايش وضحها تنافر صح ولا لا قوة تنافر بين السلكين كون التيارين مختلفين في الاتجاه اذا هذا القوة تنافر هلا بسألني اين يمكن ان تقع نقطة التعادل هلا بالنسبة لنقطة التعادل احنا درسناها بالمجال المغناطيسي صح قلنا ذا التيارين بالتجاهين مختلفين تقوم بالخارج ومن جهة السلك الذي الذي يحتوي على تيار اقل فبالتالي اي تو تياره اقل بدها تكون من جهته بالخارج خلينا نسمي هذه النقطة بي فبالتالي المجال المغناطيسي الناتج عند النقطة بي من السلك الاول يساوي المجال المغناطيسي عند النقطة بي من السلك الثاني كونه نقطة التعادل ميو نوت اي وان على اثنين باي ار يساوي ميو نوت i2 على 2 باي المسافة من السلك الأول لثاني ثلاثة زائد x ثلاثة زائد x والمسافة من السلك الثاني للنقطة اللي هي تي اكس بختصر 2 باي مع 2 باي بختصر ميو نوت i1 أربعين على ثلاثة زائد x طبعا بالسانط بتطلع النتيجة لأنه هاي ثلاثة سانطة يساوي i2 مقدارها 16 تقسيم تقسيم x وبالضرب التبادل بتحصل على النتيجة 40x يساوي 16x زائد 16 بثلاثة بيتي 8 48 ناقص 16x ناقص 16x بتطلع 40 ناقص 16 فيها 30 24 24x يساوي 48 على 24 على 24 تطلع x 48 على 24 تطلع x تساوي 2 سنتيمتر هذه هي تي نقطة التعادل بتكون عندها محصلة المجال المغناطيسي تساوي 0 3 6 8 13 13 20